أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الحركة الرياضية في البحرين حيث أشاد سموه بالشراكة التي اعتمدت بين فريق ميريديا ومكلارين وقال إن هذه الشراكة سوف تضيف خبرة كبيرة للفريق لتمكنه من تحقيق أفضل النتائج لتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة الرامية إلى أبراز الصورة الحضارية والمشرقة لمملكة البحرين والترويج لها في مختلف المحافل خاصة في الجانب الرياضي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن هذه الشراكة مؤكدا سموه أننا نفخر بشراكتنا مع مكلارين حيث تعتبر هذه الشراكة بمثابة إضافة كبيرة لمستقبل رياضة الدراجات الهوائية ولفريق ميريديا نتطلع إلى أن نتميز في المنافسة عبر شتى البطولات العالمية وتمثيل المملكة بأفضل صورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر